دي كانت كل أخبارنا اللي معانا النهاردة ولكن يعني حابة أسأل لباشمان سعدلي سؤال هم جدا لباعه الطويل في العلعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي طبعا يمكن إقامة بطولة الأفريقية أو السوبر الأفريقي طبعا لكرة اليد واصطدافة النادي الأهلي لهذه البطولة وأيضا بطولة الأندية أو يعني الأفريقية الأندية كأس الأبطال أكيد حدث هم جدا باشمان سعدلي يمكن كل الأنظار هتتجه لمقر النادي الأهلي بالجزيرة خلال فترة المقبلة وسائل إعلام كل الفرق المشاركة في هذه البطولة أو البطولتين هيكون ليهم تغطية كبيرة جدا وهنشوف أكيد الصفد النادي الأهلي بيدعكس بشكل إيجابي جدا وكبير جدا على وسائل إعلام المختلفة شوفي أولا مجموعة حفلة من الأخبار وجولة بين المنتخب المنتخبات الأول والأولمبي وأيضا مجموعة من الأخبار عن كل الألعاب سلة ويد وكرة قدم تخص النادي الأهلي بالنسبة لفكرة يعني ترحيب أو اندفاع النادي الأهلي في إصدافة البطولات وتنظيمها هو بيتتصق تماما مع مسؤوليته وسياسته واتساقا أنه ماشي مع الدولة كدف بكدف يعني النهاردة احنا بنشوف الحرص الشديد من كل الدول الإفريقية على استضافة الأحداث الرياضية فلما تيجي الدولة وهي واخد هذا الطريق وعماله بتصديف البطولات ويأتي الأهلي عشان يساعد على مستوى الأندية بقى أنه يصديف البطولات دي أولا بيجعل الرياضة المصرية في دائرة الضوء سنين بيزيد من حظوظ الفرق المصرية في الفوز بالبطولات سلسا بيزيد من خبرة وتكريس الخبرات في تنظيم البطولات في الألعاب المختلفة شفت الأرعى سواء في كرة الخدم التي أوقعت النادي الأهلي مع الرجاء اللي هو أفضل أداء في دور المجموعات يعني بحكم العلامة الكاملة والعدد الأهداف التي حرزها يقدم مستوى رائع جدا ولكن إحنا داخلين على مرحلة تحديد البطل هتقابلني النهاردة العاجل بكرة يعني وإذا فاز الأهلي كما نتمنى سيلتقي الفاز من الترجي وسيمبا التنزاني إذن هو في طريق ترجي وشاببت القبال آسف وشاببت القبال سيمبا مع الوداد يعني التماشي واخد شمال أفريقيا لحد الفاينل فالتحديات الكبرى هي اللي بتخلينا في حالة من التركيز أنا أحب التحديات الكبرى نخش بقى على كرة اليد هنجد أن الأرعى أيضا أوقعت الرجال والسيدات في مجموعة قوية يعني أنت لما تقولي أقوى الفرق طبعا كان ممثلي مصر وتونس الترجي اعتذر كنت أتمنى استمراره كان حيثري البطولة طبعا فيبقى ثلاث فرق من مصر الأهلي والزمالك وشموح الثلاثة دول هما بالمنطق بحكم ريادة المصر في كرة الرياد الفرق يعني من أقوى الفرق بلاش نقول أقوى يعني فالآله هو وسبورتنج في مجموعته والسيدات أرعيتها أصعب شوية لأن أنجولا في كرة اليد أيضا في السيدات حاجة تيلة جدا ولكن مثل هذه الصعوبات هي التي تخلق المنافسات القوية وتسير الحماسة وتدي الخبرات الكبيرة التي نتمنى تكون فنية وإدارية وهي استطيع النادي الآن يحقق يعني بطولة أولا بطولة السوبر يعني مجموعة من التحديات خلال شهر إبريل كبيرة جدا جدا كرة السلة أيضا ينتظرها تحدي النهاردة والتر هود عاد إلى بلده وعاد المحترف السابق تونسون مايكل تونسون يعني بإذن الله يعني هو كان قرار فيه حكمة شوية تيجي بنفس المحترف اللي كان معاكي عشان يفضل على قدر الانسجام والاندماج ما يبقوش فيه غرابة ونتمنى له التوفيق لأنه هو الحقيقة لما مشي تونسون كان بدأ يتقلق يعني المرحلة اللي مشي فيها قدم أقوى أداء فنرجو أن يعود على هذا الأداء ويكمل مسيرة والتر هود ويستطيع كرة السلة أن تكمل مشوار السعادة مع جماهير إن شاء الله وإن شاء الله نشوف النادي الأهلي الأيام المقبلة على قدر المسؤولية زي ما احنا متعودين نايما وتكون يعني بطولة كبيرة أو بطولتين كبيرتين بتقاوم على مقار النادي الأهلي بالجزيرة زي ما النادي الأهلي طبعا دايما معودنا بشكر حضراتكم مرة تانية أعزين بقى لوناشت بقى إذا كان في حضور جماهير يابراهيم بقى أخر حاجة إن جماهير تيجي بنفس الوعي بنفس الحماس بنفس المسؤولية علشان نكمل مشوار نجاح لحضور الجماهير طبعا شفنا صورة مشرفة جدا الحقيقة أفستاذ القاهرة نرجو أن هي يتم تكرارها أكيد داخل جدران النادي الأهلي أو مقار النادي الأهلي بالجزيرة بشكر حضراتكم جدا شكرا جزيلا للزميلة ماريم سميح وهذا طبع الإخبار المتنوع الحقيقة اللي فيه جولة بين كل الألعاب سواف الأهلي أو المنتخبات الوطنية سواف الأهلي أو المنتخبات الوطنية